هدول هم اللابات الستة اللي علينا او اللي معانا في عنا لاب ثلاث اللي هو determination of the acid in aspirin by titration وفي عنا اللاب اللي هو determination of vitamin C by iodometric titration method رح نبلش بالdetermination of acid by an aspirin by titration اوكي اسبران هو معروف عنه انه استالسيسلك acid اه it is a weak acid according to medline plus prescription aspirin is used to relieve the symptoms of arthritis it is also available in combinations with other medications such as an acids pain relievers and cough and cold medications اوكي بالنسبة لتجربة الاسبرين هلا في نوعين من التجربة النوع الاول هو direct titration يعني مجرد الاسبرين بنحط مع الناويتش بوجود indicator بيعطيني الاندبويت باعرف على طول عدد المولات من هاد اللي اتفاعل مع هاد وبالتالي بقدر احسب اذا كان بديه percent purity او grams of aspirin sometimes بيستخدموا الباك تايتريشن لحتى انه يعني اذا كان التفاعل بطيء مع الاسبرين لانه weak acid فانا بقدر اني انا احط اعمل التفاعل مع الناويتش واعمل باك تايتريشن مثلا فانا راح اعرض هاي ورح اعرض هاي بس احنا راح نركز على direct titration اوكي كالكليشن of purity of aspirin what is in the medicine هون اساي of aspirin through titration وعرفنا ايش يعني اساي to identify الكمية اللي موجودة في الاسبرين tablets هون two aspirin tablets are crushed يعني اطحناهم dissolved in sodium hydroxide used to neutralize the aspirin phenylphthalene is the indicator اوكي mass of two aspirin tablets 0.6 grams concentration of sodium hydroxide 0.1 molar volume of sodium hydroxide used 5.3 اوكي يعني لما عملوا التجربة طلع معانا volume 5.3 من sodium hydroxide بدهم purity of aspirin اول شي how many moles of sodium hydroxide used اللي هو المولاريتي في الفوليوم بس مننا نحول الفوليوم لليتر اوكي بهاي الطريقة اطلع عنا العدد المولات 0.0053 تمام اوكي one mole of aspirin neutralizes one mole of sodium hydroxide بالتالي نفس عدد المولات معناته بدنا الموليكلا رويت باسبران عشان ننطلع الجرامات اوكي اوكي موليكلا رويت 180.2 بالتالي pure aspirin contains اوكي 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 هون احنا بس اختلفوا عنا بطريقة كيف بنطلع purity percent purity اوكي اوكي احنا بنستخدم الويت الموليكلا رويت الموليكلا رويت ضرب الموليكلا رويت لحتي نطلع اوكي احنا بنستخدم عادة الويت بتاع الموليكلا رويت بيعطينا عدد المولات بس اذا عدد المولات موجود نضربه في الموليكلا رويت بنقدر بيعطينا الويت اللي هو found بنقدر الويت found على ال actual weight اللي حطينا بنقدر نطلع weight two tablets لما بنقسم على تنين بيعطينا الويت one tablet لكن منها بنقدر نعرف purity هون عملوا actual مولز على اذا انتبهتوا actual مولز على possible مولز بصير برضو بس بوقتيها استخدموا هاي الوزنة بقسمتها على الموليكلا رويت طلعونا اللي هي اللي هي اللي حطيناها منها المولات اوكي طيب خلينا نشوف التجربة كيفين عملت deployment ring stand mortar and pestle beakers weighing scale clamp burette erlenmeyer flask pipette and funnel chemicals ethyl alcohol phenylphaleine aspirin water and 0.1 molar اشتركوا في القناة 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 is not sharp يعني ما بتبين على طول منعتبر انه التفاعل is very slow وبالتالي بنحتاج الى خطوة تانية اللي هي الكمية النيويتش اللي حطيتها كتيرة فاللي زايد منها بدأ فاعله مع HCL ويكون ال HCL معلوم كل شي عنه الفوليوم اللي اللي استخدمته وال المولاريتي تمام فبتصفي عدد مولات ال HCL تساوي عدد مولات ال N-A-Witch من هون بتطلع عدد مولات ال N-A-Witch اللي تفاعلت مع ال HCL عدد المولات الكلي لل N-A-Witch اللي أنا وضعته بيكون مولاريتي في الفوليوم اللي موضوع معلومة بالفرق بين عدد مولات الكلي اللي نحط وعدد المولات اللي تفاعل مع ال HCL بتطلع عدد مولات ال N-A-Witch اللي تفاعلت مع ال Aspyrin التفاعل هون 1-2 بقدر من خلاله أني أنا عدد المولات هون معلوم معناته في عنا قسمة على تنين وبعديها بيكون في عندي عدد المولات of aspirin بضربها في الموليكولر ويت بيطلع عندي grams of aspirin وبيكون الوزن للأسبرين اللي أنا حطيته أصلاً أنا مسجلته فبقسم الوزن found على الوزن added يعني weight found على الوزن added في 100% فبطلع عندي percent purity